بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادي حبيبي إحنا دلوقتي بإذن الله هنبتدي مراجعتنا المراجعت بتاعتنا تلتة سنوي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل لكتشر كل محاضرة هقسمها على تلاتة فيديو وكل فيديو فيهم بيعمل تاكلينج البوينت الكنتنت بتاعك لكتشر وان بارت وان هيبقى بوكب بعد كده هوتكتشر وان بارت تو هيبقى جرامر بتاع 2 يونتز وبعد كده ان شاء الله بارت تري هيبقى الشابتر بحيث ان انت عملها التأسيما دي تلاتي عايز انت مثلا تراجع فكابلري بس فهتاخد بارت وان فكل الكتشرز هتلاقي نفسك خلصت فكابلري ان شاء الله بالإيه؟ بالحل بتاعه طيب بالنسبة للجرامر عايز تاخد بارت تو في كل الكتشرز يبقى كده انت خلصت الجرامر ورجعت الجرامر بس عايز تراجع ناظل بس برضو عندك الابشن ان انت تاخد لكتشر مثلا بارت 3 في كل لكتشر فاخد بالك معي ان انت كل لكتشر ليها 3 بارت تمام دي اللي عايز يراجع جزء معين انما اللي عايز يراجع مراجع كلها على بعض عندك اللكتشر بتقسم لتلاتة بارت تاخد 3 بارت كله موجود في الشيط وما تقلعش هنحل اجزاء مع بعض واجزاء هتاخد لها المودل انسر ومعاك الشيط بتاعها تحلو ان شاء الله طيب بعد كده عندنا في اجزاء ان شاء الله هنتواصل مع بعض فعلى program اسمه application اسمه zoom ده هتديلك الكود بتاعه حضرتك ان شاء الله واللينك حضرتك تدخل ولو في عندك اسئلة في اي لكتشر في اي حاجة انا معاك ما تقلقش نهائي في اي وقت موجودين والشغل بتاعنا وانا مش بعيد عنك وقريب منك ان شاء الله تمام؟ فمش عايز قلق فيه ناس قالتلي يا مستر انا عايز والله اخلص في خلال اسبوع اسبوعين انجليش سهلة جدا ان شاء الله هنزل لك الليكتشرز وراء بعض سكساسيف سريع جدا بحيث ان انت عايز تخلص انجليش في اسبوع واحد مراجعة مفيش اي مشكلة تاخد parts بس انا ليه طلب وحيد لو ان شاء الله باذن الله هتبتدي مراجعة الليكتشر او البارت اللي هتعد تسمعه نص ساعة تلتي ساعة البارت اللي هتاخده اول ما بتفتح الفيديو بعد اذنك بتسيب كل حاجة وتكمل الفيديو للاخر ما قومش اعمل حاجة وارجع لا انا عايزك تعمل ايه فضي نفسك تماما قدامك النص ساعة دهية هشغل الفيديو خلاص هقعد من اوله الاخره فطليز طبعا يعني السيكونس بتاع الفكرة هو انا عايزه مترابط فلو قدرت تعمل كده قد ترخيحك طيب ليه احنا في الحصة كنا احنا اللي بنشدك احنا اللي بنفكرك احنا اللي بنصحيك احنا اللي بنخليك بتركز طيب انا اعمل ايه ما ينفعش اتفرج على فيديو وانا فاتح حاجة جنبي تمام كده طيب يبقى انا علشان استفادة قصوى من المراجعة حضرتك هتراجع الاجزاء او الجزء كامل تمام تراجعها زي ما انت عايز لازم فيش اي مشكلة بس انت لازم تركز عن التعليم عن خلال الكمبيوتر او الانترنت او الالكترونيك لرنينج اهم حاجة فيه ان انت اللي بتزبط نفسك وانت اللي بتشغل نفسك انا مش محتاج ان حضرتك تفكر ان ممكن يكون حد مثلا هو اللي هيربطك او هيمسك لا بالعكس خالص فيش اي حاجة انت اللي محتاج انت اللي عايز تمام اقعد اربط نفسك واشتغل وبالتوفيق وما تقلقوش احلى حاجة ان انت قاعد مرتاح في مكانك وهادي تمام اقفل دنيتك كده وابتدي اشتغل واحدة واحدة step by step هتخلص مراجعات بتاعتك هتفتكر الدنيا والدنيا كلها سهلة باذن الله وما تقلقش ربنا يحفظكم ياولادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة